الدرس رقم ثلاثة من الشابتر الثاني بيتكلم عن التفاعلات الكيميائية اللي هتحصل في الاتموسفير بتعمل اول واهم هنتكلم عليه بيحصل في الاتموسفير هو يعني تكوين غاز الاوزون وازاي وايه الميكانيزم اللي بيحصل بيه تكوين الاوزون جاز الاوزون الرمز الكيميائي بتاعه كيميكا الفورمولة بتاعته طب ازاي دي بتتكون اللي احنا نعرفه الاكسوجين اللي احنا بنتنفسه طب ازاي بقى دي بتتكون بصف هي الاشعة فوق البنافسيجية بتاعت الشمس بتبدأ تضرب في طبقات الجو العليا على الاكسوجين جاز اللي احنا نعرفه هتبدأ تفك الاكسوجين جاز من او تو تخليهم اول وحدها واول وحدها طب الاو اللي وحدها دي ستيبل ولا مش ستيبل لأ دي استيبل ليه عشان ما عندهاش ايت الاكترونز زي النيرست نوبل جاز بتاعها طب علشان تبقى ستيبل تعمل ايه لازم تشوف اي حاجة حواليها ترتبط معاها اقرب حاجة حواليها ايه اكسوجين زيها فتيجي كل اتم من الاكسوجين اللي فصلت دي تدخل في بوند مع او تو من الاكسوجين جاز اللي جنبها فاو ومعانا او تو فيبدأ يدلنا او ثري الاوزون جاز اللي احنا نعرفه تاني بالمعادل الكيميائي او تو بالالترا فيلوت بيتكسر لاكسوجين اتم واكسوجين اتم وانا هنا بقول اتم مش اين مش راح فيهم خسران والتاني كسبان البوند اللي ما بينهم يدوبة كتقسمة نصين بدون خسارة او مكسب الاو اللي انستابل دي بتروح كل واحدة من دوت تروح مع اكسوجين جاز فيتكون عندنا او ثري اللي هو الاوزون جاز اللي احنا نعرفه ليه الاوزون جاز بقى مهم مهم عشان هو بيحمينا من اهم حاجة بتيجي من الشمس وتكون مضرة الشورت ويف لنز الترا فيلوت دي اشعة مضرة الحاجة الوحيدة اللي بتشيلها من ضوء الشمس هي غاز الاوزون او طبقة الاوزون المحيطة بالارض ازاي احنا بندمر طبقة الاوزون اللي مهمة جدا زي ما وصفنا الغلاف الجوي رقم واحد بنعمل او اير بوليوشن الاير بوليوشن ده بنطلع كل السموج او السموك اللي مختلط بالفج فبيسموه السموج وبيسبب تاكل في طبقة الاوزون السموج دي بتتكون من ايه من الناتروجين دايوكسايد او الناتروجين اوكسايد بانواعها السلفر دايوكسايد والسي او تو كل دول بيطلعوا يشبكوا في الكلاودز الكلاودز دي تبدأ تبخر الغازات دي لطبقات الجوة العليا تبدأ الغازات دي في التآكل طبقة الاوزون ده طبعا غير اللي هي اللي موجودة في الفريون بتاع التلاجات والغسلاء والتلاجات والاجهزة التكييف واي حاجة مبردة الاوزون can cause health issues such as eye nose and throat irritation freezing ashes الازمة and damage of the lungs كل ده ييجي بس من استنشاق غاز الاوزون يعمل مشاكل كتير قوي الى عين والانف والزور ومشاكل التنفس وان الشخص يكون ازمتك عنده حساسية اه من الاقل حاجة تيجي في الهواء سواء برودة او سخونة اه الحاجات اللي ليها رائحة مميزة يقدر يعمل او تآكل زي الله هو الاوزون ده زي ما هو نافع ده مضرف حاجات كتير قوي عشان كده مكانه ربنا خلقه فيه بيعمل وظيفته سيبه من غير ما اتدمره هو مكانه في طبقات الجوة العليا عشان يحافظ على كوكب الارض ما يخليهوش يتدمر وما يخليناش الضرة تتخل لنا احنا قلنا ان الاوزون يقدر يعمل ايه دول يقدروا يحبسوا درجة الخرار اللي بتدخل من الشمس من غير ما تطلع تاني لطبقات الجو العليا وبالتالي بيعلي درجة حرارة الارض بالكامل وارتفاع درجة حرارة الارض بالكامل قد يؤدي في يوم الايام الى بتاع اللي موجود في وبالتالي مية تغرق كل البلاد بسبب انهيار وانسهار الجليد بسبب ارتفاع درجات الخرارة والجلوبال بسبب وجود اللي بتعلي درجات الخرارة وبتمنع الحرارة انها تطلع مرة تاني من كوكب الارض اللي برة كوكب الارض يقدر يجي من زي ايه زي البولكينوز والويلد فايرز او من يعني اما البني ادم اللي هيسبب التلوث او التلوث احيانا بيحصل بصورة طبيعية بس ده طبعا مش منتشر في كل مكان اللي منتشر حقيقي هي الهومن اكتيفتز الهومن اكتيفتز زي ايه اه عادم السيارات واللي طلع من المصانع الويست اللي طلع في الهوى من المصانع الاير بوليوشن يقدر يأثر ازاي على يقدر يأثر بزيادة فيزود فيساعد في انتشارة احترار الارض وارتفاع درجة حرارة الارض اللي هيؤدي ويرفع آآ مستوى المية في كل الارض طب يأثر على حياة البني ادم ازاي ازاي ممكن البني ادم يتأثر بالاير بوليوشن ده رقم واحد الهوى تلوز انت بتنستنشك هوى عشان تتنفس فاول حاجة تصاب الرئتين يحصل ان ده يدخل للرئة الرئة تبدأ تتعامل معاه فاول حاجة تبقى خساسية او ازمة شخص كمان عندك ازماتك عندك ازمة مع كل حاجات تعمل او حساسية تلاقي نفسك مش قادر تتنفس ومش قادر رئتك تتشكل تاخد شكل طبيعي بعملية التنفس ومشاكل القلب الكتير اللي ممكن تصيبك لو في تلوث كتير في المنطقة اللي انت عايش فيها كمان ممكن يأثر على نمو الاطفال وتطورهم لانه بيأثر على صحة المخ الخلايا بتاعت المخ بتتضمر من التلوث ده غير الكنسر ريسك اللي بنتعرض له يوميا من المواد الكارسينوجينك اللي موجودة في الهواء ومنتشرة في الهواء الكارسينوجينك آآ يعني مواد مسببة للسرطان تزود من ريسك الاصابة بالسرطان طب ممكن يأثر على النباتات والحيوانات ازاي ممكن يأثر على النباتات انه يقلل بتاعهم زي ما يوصل لهم وقلنا فوق ان واحد من فيأثر على بتاعهم طب الانيميل يأثر عليهم ازاي انه الانيميل احنا محتاجين ويبقى نظيف حتى لو احنا آآ ما 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 تأثرناش بالتلوث لو الانيميل اتأثر بالتلوث ده احنا هيكون عندنا مشكلة انك في الاخر بتاكل الانيميل بتاكل البقرة الجموسة الخروف المعزة كل دي حيوانات انت بتاكلها فلو هي جالها تلوث في الهواء اللي بتتنفسه راحنا عندنا مشكلة كبيرة لان في الاخر التلوث ده وصلك انت طب احنا المفروض نعمل ايه عشان نقلل لازم هي اللي نعتمد عليها بشكل اساسي مش كلنا نستخدم العربية بتاعتنا عشان ده هيقلل من كمية اللي طلعه في الهواء لازم يبقى عندنا عشان ما يحصلش آآ من اي حاجة بنستخدم فيها فتؤدي هي للتلوث بتاع الهواء ان احنا نستخدم عشان ما ما نزوتش الاستخدام الطاقة وبالتالي يزيد نزرع كتير بدل ما احنا بنشيل الشجر نزرع اماكن خضرة اكتر ونحط شجر اكتر ونحط الجناين اكتر عشان نساعد في انتشار آآ او في تقليل وزيادة نسبة الاكسجين في الارض كده احنا خلصنا الدرس التالت من التاني خلينا نشوف كده احنا احنا نكون مؤسلنا بس الاتنوسفيريك تشينجس ان ذير امباكت ده ان شاء الله نشرحه المرة الان موسيقى 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 اشتركوا في القناة